رسالة غضب من ميساء مغربي لكل المؤثرين والنجوم العرب وينكم اليوم؟ شودوا سابويت العالمية بتبتدي من هون من دبي ولهيك دايماً ميساء مغربي حريصة أنها تكون من أول الحاضرين في دبي فاشن ويك لدعم المصممين العرب اللي عم يعرضوا مجموعاتهم الجديدة حلو يكون عندنا سفراء لنا إحنا كعرب مثل إيلي مثل زهير مثل ناس كتير رامي العلي وكان نفسي أشوفهم يعني في دبي فاشن ويك نفسي أشوفهم بيسلموا الشعلة لديزاينرز عرب تانين إن شاء الله هيدا الرسالة توصل لكل ديزاينرز وسيزين الجاي يكونوا موجودين معنا مو بس هما يعني أنا عندي عتب صغير على كل الستارز العرب كلهم اللي عايشين في دبي والمقيمين في دبي والإنفلوانسرز يعني ما عليش تحملوا صراحتي شوي إحنا ويسپند موني ونبدو الجهد ونروح على ميلان فاشن ويك نروح على باريس فاشن ويك وناخد تذاكر وكثير منهم على حسابهم طب أنتوا في دبي وينكم اليوم؟ شو دو سابويت؟ اليوم أنا مبسوطة أنه سابرينا ليلي بلون براند ميد فروم دبي بنوتة عربية لبنانية قدرت توصل للعالمية وهذه ما كانت الرسالة الوحيدة اللي حبت ما يسأتوصلها بها اليوم فهي كمان زادت على إطلالتها بعض الإكسسوارات اللي خلوها تكون معبرة أكتر عجبتني يور بريسلت كتير حبيتش ومكتوبة عليك خبرينه أكتر عنه يعني this is بالعربي حريتي أن أكون كما لا يريدون لي أن أكون أنا بطبع متمردة وأحب الحرية الحرية المقننة حبيت المسجز حبيت هور جولري لأنه غير أنهم أوتانتك حلوين فيهم دبت فيهم مسج نفس الشي حياتها حياتي حب لوف وميسا بها اليوم اختارت أوفرول من توقيع ليلي بلون بلون النيون غرين لحضور عرض أزياءها البراند وتشجيع مؤسساتها سابرينا محيددين اللي عم تعرض مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2024 فالنيون غرين صار مثل سيجنتر لعلامة ليلي بلون وبتحرص أنه يكون بكل مجموعتها غرين هي نيو بلون لتحسنة أنا كل الشيطة غرين بحبها ماذا ما يمكن تحس أنه مجموعة أفضل بس بعدين مع البراند ومع الفيجن تبعيتي وصور تحس تفكي 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 صور تحس أنه غرين هي منطقة مني صحول وسراحة بيدلة على الجرأة على الأناقة بيدلة على أنه أنت بولد أنه أنت بتقدري يدير تجو يعني أنا بقدر أعملك بس نفس الوقت أنه نيو بلون وبالفعل تصاميم ليلي بلون تتميز بالبساطة والأناقة وبالوقت نفسه يونيك ومتشبه غيرها والإنسپيريشن ورق كل هيدا كان زهرة الليلي حتى أنه الكولكشن حملت اسم شيدز اف ليلي The shades of ليلي هالاسم بس هو بيزيكلي بيزيكلي إنسبارد من ميس ليلي ميس ليلي هي شخصية رئيسية فيك تقولي بوطلة القصة طبعية اللونش طبعية من وردة الليلي من قوة الليلي من جمال الليلي من وجودها من الحياة اللي بتعبر عنها هي بحسة بتعبن عن المرأة ولهيك بتكون حريصة أن نتدخلها بأغلب الإطلالات بأشكال وأحجام مختلفة خبريني إنتي كيف يستايلهم كلهم أستايلت كيف اللوك بده إذا حزيت أنه اللوك كتير قط من هون فبدنا وردي أكبر إذا حسنا أنه اللوك فل وايد فمنحس أنه يعني بتحمل وردي كبيرة إذا حسنا اللوك أنه فيه مور ديتيال على الأبل كولر مور سكتور شودر بات فهد أنه إذا حسنا أنه مرأة كل مكان سوف نحط الستايلين طبع الفلاور لصغير وهل تنسيق الانبوينت وتعجب النجوم اللي حضروا بها اليوم مثل عمر مسكون هدي المرعي ونور الدين والظاهر أنه كمان رح يصير عنده السيجنتر الخاصة فيه بتفكر شي يوم من الأيام بتعمل your own fashion line خاصة فيك؟ فكر وكثير وان ذا بروسسس إن شاء الله أي والله أول مرة أقول ان ذا بروسسس يعني إن شاء الله تي شيرت لاين صار لي فترة تقريبا سنة ونص بس للأمان الموضوع مش سهل لأن كل ما أجرب شيء وأجيبه وألبسه يا القطن مش كويس لأن التصنيع شوية في مكان ثاني فياني إن شاء الله إن شاء الله قولوا إن شاء الله